صباحكم سعيد من جديد مشاهدنا أمطار رعدية جد غزيرة مرتقبة بحول الله خلال الساعات القليلة المقبلة حتميز أغلب المناطق الشمالية الغربية المسطى وكذلك الشرقية للبلد نهار اليوم السبت وتستمر الأمطار إن شاء الله مع بداية الأسبوع أمطار تكون حاضرة يوم الأحد الاثنين وثلاثة بحول الله على أقل تقدير أقول واضطراب جوي نشيط الفعلية مشاهدين محمد بأمطار غزيرة كذلك من خفاض محسوس في درجات الحرارة إن شاء الله نشوف التفاصيل بنسبة لنهار اليوم السبت قامت تصبيحة اليوم مصالح الأرصاد الجوي بالإصدار لعديد من التنبيهات فيما يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة واستماع تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت عبر كل من ولاية لمسان سيدبل عباس عنتي موشنت وهران معسكر سيدة مستغانم غليزا وكذلك ولاية إشلف بالإضافة إلى ذلك مشاهدين هناك تنبيه آخر فيما يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم تستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة البوليدا لمدية تيبازا بومرديس لمسيلة جلفة عندفلة تيسمسيل وكذلك ولاية الثيارت بالإضافة إلى ذلك الآن نتجه أقول مشاهدين إلى المناطق الشرقية وكذلك هناك تنبيه من الدرجة الأولى أكدت كذلك من خلاله مصالح الأرصاد الجوية على تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم تستمع إن شاء الله الأمطار في التساقط إلى غاية منتصف الليل وهذا عبر كل من ولاية تيزيوزو بجاية جيجل سكيكدا عن نابا كذلك على ولاية الطرف نتبه مع بعض الولايات المعنية بتساقط الأمطار تكون معنية كذلك لا بأس نعود إلى التنبيه إن أمكن فيما يخص المناطق الشرقية تيزيوزو بجاية جيجل سكيكدا عن نابا طرف وولاية قلمة سوق هراست بساق سنطينا أم البواقي خنشة ميلة باتنا سطيف برج بوريج وولاية البورا بالإضافة لذلك ككل ذلك أقول للمشاهدين الأمطار تكون حاضرة وغازرة ومعتبرة محلية إن شاء الله مساء اليوم خاصة على المناطق الشرقية الآن رح نشوفوا التفاصيل بالنسبة للساعات القليلة المقبلة بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة نحظوا يعني دخول هذا الاضطراب الجوي النشيطة الفعلية حقا يديم أن يخص المناطق الغربية اليوم غد عبر كل من ولاية بس نشوفوا يعني الولاية المعنية وهران سيدي بالعباس سعيدة غيليزان تيارة كذلك مشرية أفلوا حتى لمدينة عينوسالة الجلفة لغوات لينتقل مع يوم الثنين إلى المناطق الوسطى نحن نلاحظوا هذا الاضطراب الجوي هذه المرة يعني المناطق الغربية حيكون أديها حظ أوفر من التساقط الغازير للأمطار والكميات نلاحظوا فيها رح تكون إن شاء الله ما بين حوالي 30 حتى 50 ملمتر المحل ينبيح حول الله هو اضطراب الجوي نشيطة الفعلية إن شاء الله يخص المناطق الغربية ينتقل المناطق الوسطى من يوم الثنين وحتى المناطق الشرقية بأقل حدة ليوم الغد الأحد إن شاء الله إن شاء الله تكون أمطار خيب نحن نشوفوا يعني فيما يخص المناطق الجنوبية هذا الاضطراب الجوي نحن نحظوا فيها يخص شمال السحرى مدينة غردايا المنيعة تيميمون إن شاء الله كذلك على شمال مدينة بشات تكون أمطار حاضرة خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة يوم غد الأحد وحتى يوم الثنين على عكس أقول الجنوب الغرب كذلك أقصى الجنوب وحتى الجنوب الشرقي وضعية جوية رح تكون مستقرة الآن نشوفوا درجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة فيما يخص درجة حرارة الدنيا أجوار ستكون باردة ساقعية وستنزل لأول مرة إلى ثلث درجات إن شاء الله على المناطق الداخلية لكل من ولاية الجلفة تيارة النعامة مشرية البيض حتى على ولاية حين الدفلة لغوة إن شاء الله كذلك تكون ما بين حوالي خمسة إلى عشر درجات على المناطق الداخلية الشرقية والوسطى كولاية قسنطينا سطيف برج باريج كذلك على مدينة باتنا ميلات بساقل ماسوق هراص وأم البواقي بالنسبة لسواحل الوطنية رح نسجل خلال فترة الصابح وحتى الفترة الليلية ما بين حوالي أقول عشر إلى خمسة درجة جنوب البلاد إن شاء الله كما نلاحظه في صورة تأثر شمال الصحراء منطقة الواحد وشمال مدينة بشار بالهواء البلد وعليه رح نسجل إن شاء الله ما بين حوالي عشر إلى خمسة درجة على عكس وسط الصحراء الجنوب بالشرقي وأقصى الجنوب نوعا ما تكون درجة حرارة فصلية ما بين 18 إلى 20 درجة أما بالنسبة للظاهرة نحظه نوعا ما درجة حرارة فصلية ما بين 14 كأدنى مقياس على المناطق الداخلية وأعلى مقياس خلال الظاهرة سيصل إلى غاية حوالي خمسة وعشرين درجة أما فيما يخص المناطق الجنوبية أجواء حرة رح تكون على مدينة أدرار كذلك إن صالح إنكزام برج بجي مختار حتى على مدينة ورقلة توقورت المغير ولا جلال وبسكرة لذلك ستقارب عتبة الأربعين درجة مئوية تحت الظل بالنسبة لمدينة بشار كذلك بناء عباس واتيندوفت بقديمة درجة حرارة فصلية ما بين حوالي 25 إلى غاية 30 درجة خلال الظاهرة الآن نشوف مع بعض حالة البحر كذلك ستكون رياح جدا قوية ستتميز أغلب سواحل الوطنية خاصة يوم غد الأحد وحتى يوم الأثنين وذلك رياح تكون قوية الحق سرعة إلى غاية 50 كم في الساعة على طول الشريط السحي مشاهدنا بهذه التوقعات والأجواء الماطرة السليطي ورقة حوالي التقصى العودة إلى سميرة لاستكمال بقية الأخبار ستكون بعد الفاصل